السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة أخبار الوظيفة مرحبا بكم فضلا وليس أمرا المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليس لكم أي جديد إذن كما قلت لكم في السابق على أنه مباشرة بعد انتهاء فترة تسجيل في مباراة ضباط القوات المسلحة الملكية سيتم الإعلان عن مباراة ضباط صف القوات المسلحة الملكية برسم سنة 2022 وفعلا لقد تم الإعلان عن المباراة وهناك كما تلاحظون هذا الإعلان سنحاول انقراوه تنظم القوات المسلحة الملكية مباراة لفائدة الشباب المغاربة دكورا وإناتا المتراوحة أعمارهما بين 18 سنة و23 سنة لغاية 16 غش من سنة 2022 والراغبين في الإنخراط في سلك ضباط صف القوات البرية وذلك ضمن التخصصات التالية كين الموشات كين فئة دكور كذلك المدرعات فئة دكور ثم المدفعية فئة دكور شعب علمية ثم الهندسة فئة دكور شعب علمية ثم المضليون هذا كين فئة دكور والإنات كين الرياضة العسكرية كين فئة دكور والإنات ثم الخيالة دكور والإنات ثم المصالح الاجتماعية الإنات فقط ثم النقل الدكور ثم الاعتاد كين فئة دكور لكن الشعب العلمية ثم التموين كين فئة دكور والإنات وأخيرا صحة العسكرية كين فئة دكور والإنات الشعب العلمية بالنسبة للشروط المطلوبة الحال العائلية عازم دون سوابق عدلية أن يكون مترشيح حاصلا على شهادة البكالوريا دورات 2020 أو 2021 أو 2022 والتمتع بصحة جسمانية جيدة وأن يكون قد تلقى التلقاح ضد فيروس كوفيد-19 والنسبة القامة 1.70 لفئات الدكور وفئة الإنات على الأقل 1.60 أن يتم قبولهم من طرف لجنة الانتقاء الأولي بمعنى راداروري يكون هناك انتقاء أولي فالملفات ستخضع لدراسة من طرف لجنة مختصة في هذا المجال والمترشيح اللي فيه هذه الشروط سيتسجل عبر هذا الموقع الإلكتروني الظاهر أمامكم آخر أجل التسجيل وهو قبل 6 يونيوم من سنة 2022 كآخر أجل لقبول الترشيحات إذن كما لاحظتم فهذه الشروط المطلوبة في مباراة ضباط صف القوات البرية لسنة 2022 وإن شاء الله في الفيديو المقبل سنتحدث لكم على طريقة تسجيل من أول مرحلة إلى آخر مرحلة في الآخر كنتمنى هذا الفيديو لإعجابكم وما تنسوش الدعم والاشتراك وتقوم بتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد والتوفيق والسلام ترجمة نانسي قنقر